وينضم إلينا الرياض الكاتب والباحث السياسي خالد الزعتر أهلا بك أستاذ خالد عبر سكاينيوز عربية هي فعلا زيارة تاريخية بكل المقاييس الأهمية على هذه العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وباكستان وهذا الاستقبال وهذه الحفاوة يعني طائرات السلاح الجوي هي التي استقبلت ولي العهد السعودي وأيضا استقوم بوداعه في إشارة إلى أهمية الضيف الزائر مساء الخير العلاقة بين السعودية وباكستان هي علاقة استراتيجية تاريخية يحكمها الكثير من الروابط سواء الروابط العسكرية وحتى الروابط الاقتصادية وحتى أيضا على مستوى الروابط الشعبية زيارة الأمير محمد بن سلمان هي علاقة حفاوة وترحيب من قبل الجانب الباكستاني وهو بالتالي ما يعكس أهمية هذه الزيارة للجمهورية باكستان الإسلامية وأيضا بالتالي يعكس أيضا مكانة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية الباكستانية ربما ليست هذه الزيارة فقط هي ما تؤكد على ذلك هناك تصريحات كثيرة تدعم هذه الحفاوة وتدعم هذه المكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى الباكستانيين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال تصريح في غاية الهمية وهو أن من يعتلي السلطة في باكستان لابد أن يزور المملكة العربية السعودية أولا هذا بأعتقد أنه هو يعكس مدى عمق الروابط ومدى مكانة المملكة العربية السعودية خالد هذا الاستقبال أيضا هذه هي زيارة أليس بمثابة رسالة إلى جارة باكستان الأدودة تحديدا إلى إيران أهمية هذه العلاقة التاريخية مع المملكة العربية السعودية التشديد على علاقات الأقوة وعلاقات ربما عدد كبير من الاتفاقات تم توقيعها إضافة إلى استثمارات سعودية ضخمة أليست رسائل مباشرة اليوم من باكستان لإيران هي بالتالي تحمل الكثير من الرسائل سنأتي على تفصيلها لكن هذه الزيارة نباعتقد أنها ربما هي تحمل الطابع الاقتصادي بالدرجة الكبيرة نظرا لحجم الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين وأيضا حجم التعويل الباكستاني على هذه الاتفاقيات الاقتصادية كان هناك تصريحات لوزير خارجية باكستان بأن هذه الاتفاقيات الاقتصادية سوف تساهم إلى حد كبير في مساعدة الاقتصاد الباكستاني أيضا حاكم أقلب بنجاب صرح بأن حزمة الاتفاقيات الاقتصادية والمساعدات المملكة العربية السعودية إلى باكستان هي سوف تساعد في باكستان إلى تخطي الأزمة الاقتصادية التي تعيشها باكستان لذلك التعويل اليوم على هذه الزيارة من قبل السياسين ومن قبل الشعب الباكستاني على هذه الزيارة أنها سوف تساهم إلى حد كبير في أن تنقل باكستان إلى مرحلة ما بعد الإزمة الاقتصادية التي تعيشها أيضا رئيس الوزراء الباكستاني هذا ما جاء على لسان رئيس الوزراء عمران خان عندما قال قلتم إلى جانبنا في أصعب الظروف السعودية لم تترك وتحديدا الرياض الإسلام أباد ونحن اليوم نقدر هذه الزيارة ونقدر بأن يبدأ ولي العهد السعودي على ما جاء على لسان وزير الرئيس الوزراء الباكستاني أن يبدأ زيارته الآسيوية باتجاه الصين والهند من باكستان هو بالتالي تحمل دلالات أن يبدأ ولي العهد السعودي جولة الهد السعوية من باكستان أولا هي تأكيد على عمق العلاقة الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين البلدين وأيضا ما تحظى به باكستان مما كان لدى المملكة العربية السعودية أيضا ربما هناك إشارة في غاية الأهمية وأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال كلمة في غاية الأهمية وهو أنه أعد أثنى بالعجاب والتقدير على ما تقوم به المملكة العربية السعودية اليوم من نهضة ومن تطور على المسار الاقتصادي وأيضا قال أن المملكة العربية السعودية في سبيل مكافحة الإرهاب هو أبدأ إعجاب بهذه الخطوة وهو يأمل أن يقوم بما تقوم بها المملكة العربية السعودية في باكستان هذا باعتقاد أنه يفتح أفاق أوسع للتعاون بين البلدين بخاصة وأن المملكة العربية السعودية اليوم لديها رؤية اقتصادية 20-30 هي رؤية صاعدة رؤية سوف تساهم إلى حد كبير في أن تنقل المملكة العربية السعودية من الدولة التي تعتمد على النفط بشكل كبير إلى مرحلة ما بعد النفط ذلك أنا باعتقاد أنه يفتح الكثير من المجالات التعاون بين البلدين هذه الزيارة ليست فقط في جانبها الاقتصادي وإنما هناك جانب في غاية أهمية تحديدا الاستثمارات الضخمة في قطاعات المعادن الزراعة والقطاع النفطي بناء هذه المصفات الضخمة بقيمة تقارب العشرة مليار دولار يستكون بمثابة إنعاش مباشر للاقتصاد الباكستاني إضافة إلى القروض الضخمة التي تقدمها السعودية وبشكل منتظم لإسلام أبد هو بالطبع سيكون إنعاش مباشر للاقتصاد الباكستاني الذي يعيش أزمة والذي اليوم تسعى باكستاني إلى إجراء مفاوضات ومحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات والحصول على تقروض باعتقادي أن هذه الزيارة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وإيضا حجم الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين هي سوف تساهم إلى حد كبير في أن تعمل على إنعاش الاقتصاد الباكستاني هو ربما ما يكون له أيضا إنعكاسة أخرى أيضا على الشعب الباكستاني وتوفير فرص عمل للشعب الباكستاني عندما نتحدث مثلا يجب أن لا نغفل عن العلاقة المتينة على المستوى الشعبي بين المملكة العربية السعودية وباكستان هناك 2.5 مليون باكستاني يعملون في المملكة العربية السعودية أيضا هذه الاتفاقيات وهذه الاستثمارات سوف يكون لها وقع كبير على توفير فرص عمل للشعب الباكستاني ربما العلاقة بين البلدين هي لا تقف عند حدود الاقتصاد والعسكري والسياسي وإنما تتخطى إلى المستوى الشعبي أيضا المملكة العربية السعودية في علاقتها مع باكستان هي لا تغفل في جانب مهم هو البعد الإنساني وهو مساعدة الباكستان في الكوارث الطبيعية هناك الكثير من المشاريع الخيرية التي نفذتها المملكة العربية السعودية والتي تخطى 12 مليار سواء على صعيد حفر الآبار أو إيصال المواد بالطاقة الشمسية إلى المدارس والمجمعات السكنية وهو بالتالي ما يعكس عمق العلاقة بين البلدين هل ما زلت تسمعني أستاذ خالد الكاتب والبحث السياسي خالد الزعتر كت معنا مباشرة من العاصمة السعودية الرياض شكرا جزيلا لك